السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة والحلقة هذه نستكمل سلسلة حقائق وأسرار من عالم الأنمي والأوتاكو والحلقة هذه نتكلم عن مساشي كوشيموتو المانقاكا اللي كتب لنا المانقا رائعة واللي تحولت من ثم إلى الأنمي الخيالي ناروتو ومن ثم ناروتو شبودن مساشي كوشيموتو من موليد عام 1974 مساشي كوشيموتو يعتبر الأخ الأكبر وعند أخو ثاني يسمى سايشي كوشيموتو لكن المفاجأة أن أخوه هو التوأم المطابق له من الأشياء الصدمة أن سايشي كوشيموتو أخ مساشي كوشيموتو أيضا منقاكا من عمل سايشي كوشيموتو مانقا باسم أوبارتس هانتر وبلاز درايف حقيقة نجاح وتحولت إلى أنيميات لكن سايشي ما وصل إلى النجاح الذي يصل له مساشي مساشي طبعا هو مؤلف ناروتو بداية كوشيموتو كمانقا كان لما كان يحب يقلد الشخصيات اللي يشوفها في العنميات في البداية كان يحب فقط تقليد رسم الشخصيات مش إبداع رسم الشخصيات الأعمال اللي يعجب فيها كوشيموتو واللي أثارت فيه حبه للرسم كان الدكتور اسلام وهو طبعا دكتور اسلام لمين؟ لأكيرا مؤلف دراجون بول ومن ثم دريامون اللي نسميه في العالم العربي عبقور المراحل الامتدائية ومتوسطة من دراسته كوشيموتو وأخوه سايشي تعلقوا بأنيمي دراجون بول وهذا الشيء خلى كوشيموتو وأخوه يعني يتعلقون ويشوفون قدوتهم هو أكيرا تورياما زي ما قدت في أكثر من حلقة أن أكيرا تورياما يعتبر الأبروح الثاني للمانقاكا والمؤثر فيهم في المرحلة الثانوية كوشيموتو فقد اهتماما بأن يكون مانقاكا وتحول إلى الرياضة وبدأ بيلعب كرة السلة كرة المضب اللي هي البيسبول ونسى حلمه أن يكون مانقاكا حتى في يوم من الأيام شاهد فيلم باسم أكيرا مش مؤلفة أكيرا تورياما لا الفيلم اسمه أكيرا وأعجب بطريقة الرسوم الموجودة في الفيلم وصراحة أنا أرشح الفيلم هذا لكم تشوفونه لأنه طالما نصنع لك مانقاكا أو أعاد الحلم إلى مانقاكا صدقني رح يوقف فيك أشياء كثيرة طريقة الرسم في الفيلم كانت مميزة جدا الفيلم من إنتاج أعتقد عام ثمانية ثمانين والفيلم هذا كان سبب عودة كوشيموتو وإبداعه اللي أذهلنا فيه على مدى كبير من الأعوام في عام سبع وتسعين كوشيموتو عرض مانقا باسم كوا كوري على شن الجامب عشان يتم قبولها بسبب مشاكل نشر وبسبب مشاكل الوقت اللي كانوا حدين فيه المانقا هذي ما حققت نجاح جدا من مجال كوشيموتو يتوجه إلى فئة السنن في المانقا وسوى مانقا تتكلم عن كرة المرض باسم ياكيو ومانقا ثانية عن المافيا باسم ماريو كان أمل أن مجلة السنن هذي غير الشنن شن الجام في مجلة ثانية عند السنن كانت ممكن أن تكون مفتاح نجاحه لكن لأسف في عام تسعين راجع كوبو إلى الشن الجام بقدم لهم مانقا باسم نارتو والتي بسرعة أصبحت ضربة ورائعة وانتشرت وكانت هي سبب نجاحه مما لا تعرف أن شخصية لارس أليكساندر من تيكن سيكس أحد أزياء تم تصميمها بواسطة كوشيموتو وهذا اللي خل الشخصية تطلع في نارتو شبودن نينجا ستوم لعبة نارتو كتقدرون تقولون دعاية أو شكر أو تعاون في عام 2014 انتهت مانقا نارتو بعد استمرارها لمدة 15 عام للمؤثرين في عمل كوشيموتو واحد فيلم ماتريكس ومما جعل أن يصمم نفس الرداء اللي استخدموا الأبطال لبعض الشخصيات اللي احنا شفناها في أنيمي نارتو كوشيموتو قال أن يشو توقاشي معلف مانقا هنتاركس هنتا هو أكثر مانقاكا معجب به في مانقاكا اسمه سامبي شيراتو ألف مانقا باسم ساسوكي والمانقا هذي هي اللي ألهمت كوشيموتو للظهور بشخصية يوشيها ساسكي لا تفاجعون في نقطة نسيتها فرجعت بسرعة لبس عشان أصوها وهي شون نسيتها هذي أهم نقطة ما تعرفونه وهي أهم النقاط عن كوشيموتو أن نارتو ما كان مفروض أو ما كان مخطط له أو كوشيموتو من الأساس من الأساس ما كتب أن نارتو بقابر أبوه وأمه في القصة لكن أثناء كتابة القصة ورسمها في المانقا كشموتو طبعا تزوج ورزق بمولود وبعد رزقه بالمولود حسب إحساسه الأبوي وتعلقه بشخصية نارتو أنه لازم الأبن هذا اليتين يقابر أبوه وأمه لو في الخيال ويسمع منهم كلمة يحتاجها الأبن من أبوه هذا لما نتكلم عن الأنمي الياباني كيف أن الأنمي الياباني يدخن المشاعر؟ كيف أن الأنمي الياباني؟ يعني صراحة نقطة عادة لما أنسى أقول خاص يعني مشى لكن نقطة هذه لا ترتل نتكلم عن قيم وعشان كده أنا أقول لكم كشموتو كاتب نارتو هذه معلومة واضحة وما أحتاج مصدر رسمي صارحني فيها أفضل كاتب يوظف القيم في الأنمي شكرا كشموتو أتمنى الحلقة هذه من الحقائق عن كشموتو مؤلف منغا نوتو نالت على عجابكم انتظروني في حلقات ثانية جميلة إن شاء الله في الأخير نقول سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله لأن تستغفركم وأن تبينيك هل تشعروا اللايك وسبسكرايب شوفكم اشتركوا في القناة